يوماً بعد يوم تبتعد بريطانيا عن استخدام الأوراق المالية في التعاملات اليومية فمعظم المحلات التجارية لا سيما في مراكز المدن تعتمد فقط البطاقات البنكية وتطبيقات الإنترنت والهواتف المحمولة في عمليات البيع والشراء ووفقاً لأحدث الدراسات فإن غالبية البريطانيين يفضلون استخدام بطاقاتهم البنكية في حين يفضل نسبياً كبار السن استخدام العملة الورقية أنا أفضل بشكل عام استخدام بطاقة البنكية لأنني لا أريد لمس الأوراق المالية في العام 2009 استخدمت الأوراق المالية بنسبة 58% في جميع المدفوعات بالمملكة المتحدة وبحلول العام 2019 انخفضت النسبة لتصل إلى 23% وخلال أزمة فيروس كورونا تسارع كثيراً الابتعاد عن استخدام الأوراق المالية لتجنب العدوى والاختلاط الفكرة الحقيقية في السوق المالية الآن هي الاتجاه إلى نمط جديد من التعاملات المالية تعتمد على الأرقام، تعتمد على الإنترنت، تعتمد على قدر الإمكان على التقليل من الاعتماد على الورق والاعتماد على المعدن تجنب نقل العدوى والأمراض والحد من جرائم السرقة وغسيل الأموال وتزويرها تعد من أهم فوائد استخدام تطبيقات الإنترنت والهواتف المحمولة في عمليات البيع والشراء بينما أصبحت جرائم الإنترنت التحدي الأهم أمام الحكومات والدول تدريجياً قلت طباعة الأوراق المالية في بريطانيا ووفقاً للتوقعات فإن المملكة المتحدة في حال توفر تنسيق دولي قد تستغني كلياً عن الأوراق المالية بحلول العام 2050 عمر بشير الغد، لندن